أعزائي طلاب الصف الثاني عشر تكنولوجي أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء في مادة الكيمياء ومع الدرس الأول من الوحدة الرابعة بعنوان نظرية التصادم وصرعة التفاعل وتوزيع ماكسويل بولتزمان وهذا هو الجزء الرابع مع تدريبات وأنشطة أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يحسب بدقة معدل سرعة التفاعل لبعض التفاعلات يستنتج سلوك جزيئات الغاز المثالي باستخدام منحنى ماكسويل بولتزمان السؤال الأول أي من العوامل الآتية لا يؤثر على معدل سرعة التفاعل الكيميائي؟ أحسنت العامل الذي لا يؤثر على سرعة التفاعل الكيميائي هو كمية المواد الناتجة السؤال الثاني الرسم البياني أدناه يوضح معدل سرعة التفاعل معين ما الذي يمكن استنتاجه من الشكل؟ لاحظ أن المحور الرأسي لهذا الرسم هو سرعة التفاعل والمحور الأفقي هو درجة الحرارة إذن ما الاختيار الصحيح؟ أحسنت يزداد معدل سرعة التفاعل بزيادة درجة الحرارة السؤال الثالث أي العبارات الآتية تصف التغير في معدل سرعة التفاعل أدنى عند مضاعفة تركيز هيدروكسيد الصوديوم هل مضاعفة تركيز محلول هيدروكسيد الصوديوم يؤثر في طاقة الجسيمات؟ أم يؤثر في عدد التصادمات؟ أحسنت هذا هو الاختيار الصحيح يزداد معدل سرعة التفاعل نتيجة زيادة عدد التصادمات بين الجسيمات إذن كما اتفقنا أن زيادة التركيز تزيد من عدد التصادمات بين الجسيمات السؤال الرابع أولاً وضح المقصود بكل من سرعة التفاعل الكيميائي وطاقة التنشيط ثانياً ما العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل الكيميائي؟ نعم سرعة التفاعل هي التغير في تركيز المادة الناتجة أو المتفاعلة في وحدة الزمن وطاقة التنشيط هي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل وأما العوامل المؤثرة في سرعة التفاعل فهي أحسنت طبيعة المواد المتفاعلة وتركيز المواد المتفاعلة وإذا كان التفاعل يحدث بين غازات فنقول الضغط بدلاً من التركيز مساحة السطح المعرض للتفاعل وهذا عندما نتكلم عن مواد صلبة ودرجة حرارة التفاعل وأخيراً العوامل الحفازة السؤال الخامس أراد طالب أن يحضر كمية من غاز الأكسوجين في المختبر لدراسة خصائصه وذلك بتسخين مادة كولورات البوتاسيوم الصلبة وقد وجد الطالب أنه يحتاج درجة حرارة عالية جداً للحصول على الأكسوجين حسب المعادلة الآتية اقترح على الطالب طريقة لزيادة سرعة إنتاج الأكسوجين دون الحاجة لزيادة درجة الحرارة ثم فسر الأساس العلمي الذي اعتمدته لاختيار هذه الطريقة نعم يمكن زيادة سرعة هذا التفاعل من خلال زيادة مساحة السطح المعرض للتفاعل أي استخدام مصحوق من كولورات البوتاسيوم كما تلاحظ أن مادة كولورات البوتاسيوم هنا مادة صلبة فبزيادة مساحة السطح يزداد عدد الجسيمات المعرضة للتفاعل فيزيد عدد التصادمات الفعالة وبالتالي تزداد سرعة التفاعل ويمكن أيضاً استخدام عامل حفاز حيث أن استخدام عامل حفاز يعمل على زيادة سرعة التفاعل وذلك من خلال تقليل طاقة التنشيط هل هناك طريقة أخرى لزيادة سرعة هذا التفاعل؟ لاحظ أننا لم نقترح زيادة تركيز المواد المتفاعلة لأن مادة كولورات البوتاسيوم توجد في الحالة الصلبة السؤال السادس لماذا يزداد معدل سرعة التفاعل بزيادة مساحة سطح المواد المتفاعلة؟ ما الاختيار الصحيح؟ أحسنت إن زيادة مساحة سطح المواد المتفاعلة يؤدي إلى زيادة عدد التصادمات بين الجسيمات السؤال السابع أكتب تعبير معدل سرعة التفاعل بالنسبة لكل مادة من المواد المتفاعلة والناتجة في المعادلة الآتية تذكر معي قانون سرعة التفاعل هو بهذه الصورة إذا أردنا أن نكتب التعبير بدلالة غاز الهيدروجين H2 فكيف نكتبه؟ أحسنت بهذه الطريقة سالب لأن غاز الهيدروجين مادة متفاعلة عدد مولاد غاز الهيدروجين في المعادلة الموزونة هو واحد إذن إذا عوضنا عن إن بواحد واحد تقسيم واحد يساوي واحد وكما نعلم فإن رقم واحد في عملية الضرب لا يؤثر وبالتالي لا داعي لكتابة أرقام في هذا التعبير ثم نكتب التغير في تركيز غاز الهيدروجين تقسيم التغير في الزمن وإذا أردنا كتابة التعبير بدلالة التغير في تركيز غاز الكلور CL2 فكيف نكتبه؟ أحسنت السرعة تساوي سالب أيضا لأن الكلور مادة متفاعلة وعدد مولاته أيضا واحد إذن يكون بهذه الصورة السرعة تساوي سالب التغير في تركيز CL2 تقسيم التغير في الزمن هنا كتبنا التعبير عن سرعة التفاعل للمواد المتفاعلة وكما تلاحظ أننا قمنا بكتابة الإشارة السالبة أما إذا أردنا أن نكتب تعبير سرعة التفاعل بدلالة المواد الناتجة فيكون بهذه الصورة إشارة موجبة واحد تقسيم إن عدد المولات هنا اثنان ثم التغير في تركيز HCL تقسيم التغير في الزمن السؤال الثامن أي العبارات الآتية غير صحيحة عن العوامل المؤثرة في معدل سرعة التفاعل؟ نبحث سويا عن صحة كل معلومة الإختيار الأول زيادة درجة الحرارة يزيد معدل التفاعل نعم معلومة صحيحة تقليل تركيز الجسيمات المتفاعلة يقلل من فرص التصادم بالطبع معلومة صحيحة زيادة الضغط في تفاعل غازي أي في تفاعل يحدث بين مواد متفاعلة في الحالة الغازية يزيد من فرص التصادم نعم زيادة الضغط يزيد من فرص التصادم يحدث التفاعل في كل مرة تتصادم فيها الجسيمات المتفاعلة؟ هل جميع التصادمات تكون تصادمات فعالة؟ بالطبع لا إذن هذه المعلومة غير صحيحة لا بد أن تكون التصادمات تصادمات فعالة السؤال التاسع أي الجمل الآتية تعبر بشكل صحيح عن الرسم البياني أدنى والمتعلق بالغازين A و B إذا افترضنا أن طاقة التنشيط هنا مثلا عند هذه القيمة ما المنحنة A أو B الذي يمثل نسبة جزيئات أكثر لها طاقة أكبر من طاقة التنشيط لمزيد من التوضيح المنحنة A نسبة الجزيئات التي تمتلك طاقة أعلى من طاقة التنشيط هي هذه النسبة باللون الأزرق المنحنة B باللون الأحمر نسبة الجزيئات التي تمتلك طاقة أكبر من طاقة التنشيط هي هذه النسبة إذن ما الغاز A أم B الذي له نسبة جزيئات أكبر تمتلك طاقة أعلى من طاقة التنشيط إذن المنحنة B يكون له درجة حرارة أعلى فيكون الإختيار الصحيح هو نعم يوجد الغاز A عند درجة حرارة أقل ويمتلك جزيئات أقل تمتلك طاقة تنشيط أعلى من الغاز B السؤال التالي يبين الجدول الآتي تركيز مادة نطرات الفضة A.G.N.O.3 في تفاعل ماء خلال أزمنة مختلفة قرر إذا كانت نطرات الفضة من المواد المتفاعلة أو الناتجة وفسر إجابتك نعم نطرات الفضة في هذا التفاعل هي مادة متفاعلة لماذا؟ لأن تركيزها يقل مع الزمن كما تلاحظ في الجدول أنه مع مرور الزمن يقل التركيز احسب معدل سرعة التفاعل خلال الفترة من صفر إلى اثنان ثانية علما أن عدد مولات نطرات الفضة في المعادلة الموزونة للتفاعل تساوي واحد نكتب القانون ثم نعوض السرعة تساوي سالب لأننا اتفقنا أن نطرات الفضة مادة متفاعلة إذن نضع إشارة سالبة عدد المولات واحد إذن واحد على إن يساوي واحد على واحد كما اتفقنا إذن لا نكتب أرقام التغير في تركيز نطرات الفضة تقسيم التغير في الزمن نعوض التغير في التركيز خلال هذه الفترة من صفر إلى اثنان يكون واحد ناقص اثنين ونقسم على التغير في الزمن من صفر إلى اثنين يكون الناتج 0.5 مولر بير سكند السؤال التالي أي من الجمل الآتية تصف بشكل صحيح سرعة التفاعل الكيميائي أحسنت تكون سرعة التفاعل دائما موجبة لا يمكن أن تكون سالبة دائما السرعة قيمتها موجبة وتركز على سرعة ظهور المواد الممثلة بالتفاعل أو اختفائها أي أن المواد المتفاعلة تركيزها يقل وتتناقص مع مرور الزمن وتظهر المواد الناتجة مع مرور الزمن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الأول من الوحدة الرابعة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر